موضوع الأكراد عبد السلام الحقيقة يعني صار به كثير من التداولات والنقاشات يعني أقرب الآراء المنتفق عليها بالوقت الحاضر أن هم من بقايا الميديين الميديين الحقيقة كانوا أخوام جبلية سكنت على حدود بلاد الرافدين الشرقية يعني في جبال زاقروس أو مورات جبال زاقروس يعني أخوام جبلية في الواقع احتكوا يعني كان يحاولون يحتكون بشعب القاطن في سهل بلاد الرافدين خاصة في العصور اللي ما بعد الأكاديين وربما في أواخر أيام الدولة الأشورية في القرن السابع الثامن قبل الميلاد يعني أخبارهم عرفناها خاصة لما تحالف نبو بلاسر والد نبو خدنصر الآرامي الكلدي اللي هو من القبائل الآرامية اللي كانت تقطن في أطراف الخليج العربي وزحفت إلى منطقة الأهوار وإلى منطقة بابل بعدين في أواخر القرن السابع قبل الميلاد نبو بلاسر الحقيقة لأن كان زعيم عشيرة آرامية كلدية الأشوريين عينوه في ستمية وسبعة وعشرين قبل الميلاد حاكم لمدينة بابل من بدء تضعف الدولة الأشورية هو حاول أن يستقل في منطقة بابل وفي المدينة بابل وفي يعني في حوالي ستمية وعشرين أو خمسطعش قبل الميلاد قدر يعني كان عنده طموحا هو يأخذ مكانة الدولة الأشورية في بلاد الرافدين فاتحالف مع هذه الأقوام الميدية أو جبلية اللي كانت تحاذي بلاد الأشوريين من الشرق في منطقة جبال وبالتحالف يقال يعني النص اللي عندنا أن زعيم هذه الأقوام الميدية كان يدعى كي أخسار فاتحالفوا إياه نابو بلاسر واثنين هم زحفوا نابو بلاسر زحف من الجنوب باتجاه وسط وشمال العراق وكي أخسار بقواتها نزل من جبال زاقروس ومن الجبال الأخرى اللي ما وراء بلاد أشور ونحدر إلى منطقة كاركوك سليمانية كاركوك وتقدم نحو مواطن الحضارة الأشورية وهو احتل أشور الميديين احتلوا أشور وبكل قسوة الحقيقة حرقوها بينما نابو بلاسر تقدم يعني الميديين دخلوا أشور 615 قبل نابو بلاسر نابو بلاسر متأخر دخل حاصر نينوى في 612 بالحقيقة بس حاول أن يتعامل مع الأشوريين أبناء عمومته يعني اثنين هم شعب سامي عربي قديم فما حاول يكون كالغزاة الهمجيين لكن بآخر ملوك نينوى الحقيقة ما راد يستسلم فحرق قصره الأشوري في مدينة نينوى وسقطت نينوى 612 بينما أشور حرقت من قبل الميديين قبل هذا فالميديين الحقيقة بعد أن استقر الأمر لنبو بلاسر بعد عشر سنوات عند ابنه ولعهد نبو خدنصر توفى صعد إلى العرش بمكان نبو خدنصر وتحكينا النصوص التاريخية البابلية البابلية الحديثة يعني الكلدية أن نبو خدنصر قام بحركات عسكرية جريئة جدا للشمال والغرب وحاول يبعد الميديين لأن كان يشعر الميديين غربا هم جبليين ناس غير متحضرين وحاول يبعدهم عن مراكز الحضارة العراقية القديمة يعني مراكز الحضارة البابلية والآشورية فحتى بنى يعني كان يحاول وتقال يعني بعض الروايات تحكينا حتى يتشفى أذاهم أخذ تزوج بنتهم بنت الملك يا أخسار وأسكن بابل ويقال هو لأن هي كانت تسكن منطقة جبلية مع عشير تأهله في منطقة جبلية شرق العراق فالأسطورة أو الأقاويل تذكر أنه هو لأن كانت ضاقت في وسط العراق البسط السهل المنبسط فيقال شيد لها حديقة معلقة أو بلكونات أو طراسات أو ما يدعوها المؤرخين الكلاسيكيين اليونانيين والرومان بجنائن بابل معلقة هي لأجل هذه الزوجة الميدية نبوخ نصر كقايد عراقي يعني من مركز الحضارة في بلاد الرافدين فراد يبعد شر هذول الأقوام الجبلية اللي أبوه تحالف معاهم فيعدنا دليل مادي بنائي شيئة سور يعني سور بين دجلة والفراد يعني بين أوبس شمال المدائن يعني قرب مدينة بغداد يبدأ من قرب مدينة من منطقة الآن نسميها خضر الياز وإلى الفراد إلى مدينة إلى مدينة على الفراد تسمى السور المادي يعني يذكر بكتاباتنا أبو خدنار شيدت هذا السور لأمنع زحف الأقوام الجبلية المادية أن في وقت من اللوقات تدخل إلى بابل هذول الأقوام الحقيقة بقت أخرجنا أبو خد نصر من بلاد الرافد يعني من سهل نينوى أو من بلاد أشور ودفعها إلى مواطنها الأصلية في المناطق الجبلية يعني هذول الماديين الحقيقة ما هم تطوروا إلى إلى الأقوام الفارسية أو الساسانية يعني أقوام أخرى من وسط آسيا هي اللي زحفت إلى غرب آسيا وجدت إيران بس هذول الأقوام ربما يعني بلغتهم وبثقافتهم المحدودة استمروا ساكنين في المنطقة الجبلية المحاذية للسهولة الشمالية للعراق الحقيقة وقد يعني انميل الآن كأثاريين ومورخين ودارسين لأقوام الشرق الأدنى القديمة ربما الآن يعني أحفاد هذول الميديين هم يكونوا سكنة الجبال من الأكراج هذا أقرب السلام يعني هذا أقرب الأراء اللي إحنا نملكها الآن لا أشورية كانت أربائيل وهي عاصمة هي مدينة مدينة الآلهة الأربعة الأشورية الحقيقة كأربخة أشورية أيضا الإسم أشوري ولا علاقة لها يعني أسماء هذه المدن والأماكن يعني لا علاقة لا بالحضارة لا بالأقوام المادية ولا باللغة المادية يعني أقرب ما تكون هذه الأسماء إلى الآرامية الآراميين بعدين استوطنوا في مواطن الآشوريين الحقيقة وعطوا أسماء آرامية لكثير من هذه الأماكن اللي في دوهوك في منطقة أربيل في سليمانية في أكركوك أقصد فالأكراد الحقيقة ما تركون لغة واضحة ولا تركون إرض حضاري واضح بالحقيقة ما كان عندهم يعني هم بعدين يعني كانوا على هامش على هامش بلاد الرافدين وعلى هامش حضارة بلاد الرافدين ما كان لغتهم عموش؟ والله هندو أوروبية هندو أوروبية الحقيقة الأريان هم الهنود الفورس الساسانيين ما منعجهم لا مهم من الأريان هم الأريين حضارتهم واحد ثقافتهم واحد لغتهم واحد الفدة وكذا يعني ما يعني ما يعني هم كانوا على حافات على حافات على حافات الآريين جنوبهم الآريين والأراميين غربهم يعني والتركمان في سنترال إيشيا شرقهم وأطراب بحر بحيرة وان والخزر والهادي شمالهم كانت فهم كانوا محصورين بالمنطقة الجبلية وبقوا إلى الآن محصورين بالمنطقة الجبلية قدروا لأن لأن هم isolated societies يعني minority بقوا وتكاثروا يعني ما ومن إجا الإسلام طبعا اقتحم مواطنهم وأغلبهم اعتنقوا الإسلام قسم كبير منهم اعتنقوا المسيحية يعني في القرن الأول والثاني الميلادي ومسيحي الأكراد أو الآراميين الآثوريين انبقاياهم هم أكراد مسيحي جبل يعني نعم سماتهم بس هم تكلموا الأرامية واعتنقوا المسيحية فلغوتهم اختلفت عن المادية عن الماديين غير شيء مو هندو أوروبية المسيحي المسيحي الجبل والآثوريين هم أراميين الحقيقة يعني شكرا اشتركوا في القرن